في سياق آخر وفي ظل أجواء ابتهالية وخشوعية في هذا الزمن المقدس ترأس صاحب السيادة المطرن خريستوفورس صلاة المديح الأول لسيدتنا والدة الإله بمشاركة قدس الإرشمندريت كوستانتين قرمش وقدس الايكونوموس سالم دانات في كاتدرائية البشارة العبدالي بحضور عدد كبير من المؤمنين التواقين لتمجيد أمنا البتول وأكد سيادته في كلمة ألقاها في ختام الصلاة على أن الكنيسة وضعت لنا هذا الابتهال لوالدتنا سيدة الإله تكريما لها على الدور الذي تقوم به في حياة كل مسيحي وخاصة خلال فترة الصوم بتقديمها لنا المعونة والشفاعة في جهادنا المقدس والتأكيد كذلك على ضرورة قيام الوالدين بحث أبنائهم على الصوم والصلاة والجهاد الروحي لأنه ليس لنا سبيل لمعاينة الله إلا بهذا الحال وعلى أن الخطر الحقيقي الذي يهدد مصير الإنسان ليس الأمراض السارية بل هو الخطيئة وعدم الإيمان وفي نهاية كلمته تمنى للجميع الصحة والسلامة والالتزام بروحانية الصوم المقدس وهاي دعوة من الكنيسة اليوم من خلال أمنا الفائقة القداسة بأول مديحة لإلها صوموا صوموا أولادكم خلوا أولادنا من الصغر يتعلموا على الصيام خليهم يحبوا الصيام إذا أولادنا ما حبوا الصيام بكرة مش راح نقدر نحكي لهم ماما أو بابا انتبه ما تعمل هذه الشيء راح يكون ما عنده قوة إرادة ما بيكون عنده مقدرة إنه يسيطر على شهواته وعلى رغباته ولكن الصوم هو أفضل تمرين وتدريب لقوة الإرادة اللي فينا حتى تقوى وحتى تقدر إنها تقاوم الشر وتحب الخير والخير هو المسيح وصياه تعليمه حياته الصوم بيغتسنا ببحر الحب حب المسيح عشق المسيح وهيك منقدر إنه نطلع من أنانيتنا من حبنا لذاتنا نحن كتير أنانيين ومن حب القنية من حب نجمع أشياء لإلنا الصوم بيقوي هاي الإرادة اللي فينا حتى نضبط شهواتنا ويكون عندنا روح رئاسي يعني نحن اللي نقودها مش هي اللي تقودنا موسيقى موسيقى